النقاش حول العلمانية والشعائر الدينية انتقل إلى لبنان ولكن على نطاق مدرسي مدرسة الشويفات الدولية فرع الكورة اعترضت على دخول بعض طلابها وعلى جبينهم رسم صليب اثنين الرماد بتحجأ أنه بالتليفون لمدرسة بيقولولي أنه دكتور أهوجي إذا بتريد يا بتتفضل بتجي تاخد ولدك المدرسة يا أما الشباب تفوته على الصف وتنشد الصليب عن جبيرهم أنا صراحة التليفون صضمني جداً لأنه أي مرة بسمعه المدرسة أوضحت أن قوانينها العلمانية تحضر ممارسة الشعائر الدينية فيها إذا مدرسة هذه ليك مفروض يكون كل الشعائر الدينية مرفوع من مدرسة ومنى الحجاب نحن بالمدرسة عندنا حجاب بحسب الوالد إذن تعتمد المدرسة معايير مزدوجة بينما تعتبر الشويفات أنها صوت علماني في هذا البحر من المدارس الدينية وللأهالي حرية اختيار المدرسة التي يريدون لأولادهم